اهلا وسهلا حبيباتي. كانت مننا تكون وكلكم على خير وبخير. ومرحبا بكم فيديو جديدة. اه معديرة على هاد الغياب هادا دائما اه كان وعدكم انني غادي نبقى نكون حاضرة دائما في اليوتيوب ولكن الظروف ما كتساعدش. المهمة لبنات مرحبا بكم بنات اللي عاد نضمولينا جدادات. اه فيديو هاد النهار كيف ما كتشوفوا بهدا اه كيفش دوسوا الايام ديالكم في هاد ايام ديال التلج والبرد صراحة كانت ايام الصعيبة. يعني هاد المقتطفة تغير فش كانت البداية ديال التلج. يعني تساقط التلج ولكن من بعد راح كانت يعني واحدة اه الكيمية كبيرة لدرجة اننا ما كناش كان قدره انخرجه. اه يعني الا الضرورة القصوى. راكم ما عارفين. اه كان زلاقات. كان حواديد كتيرة. كان يعني كان ماشته. اه في الاخبار يعني ديال المانيا اوروبا بصفة عامة. كانت يعني اه تلج كارتية اللي كانت شوية صعب لحال انسان يتعايش معها ولكن الحمد لله. اه هاد الايام هادي لجو الصراحة بقى كيتحسن بقى كتطلع درجة الحرارة. اه ودكت له جدابة يعني بارتفاع درجة الحرارة. ولجو دباء زوين. بنسبة اللي بغى يخرج يتمشى ولا يدير شوية رياضة ولا يقضي الشغلات ديال. اه في هاد الفيديو على البنات غادي نشارك معكم اه وصفة ديال فانيلا كيفة اه بشكية الجديد. ومزيون. وكذلك غادي نشارك معكم الغذيوة ديالي اللي كانت عبارة عن طاجين ديال اللحم. اه بالقوق. وكذلك غادي نشارك معكم في هاد الفيديو. اه طريقة ديال التنظيف الزرابي او الا السجاد. يعني في هاد لوقيتها ديال البرد وشتاو التولوج. كان بغير نضفو السجاد ديالنا يعني بدون تعب وبدون ماء لانا كيف ما كتعرفو في اوروبا ما يمكنناش نغسلو الزرابي ديالنا. اه خاصة ما يكي يكون البرد يعني ما يمكنناش نغسلوهم. غادي نشاركو معاكم واحد اللي كنديرها انا دائما. والصراحة كتعدي واحد ناتيجة رائعة. خليكم معي الاخر الفيديو. اه المهمة لبنات هاد الفيديو هادا غادي نشارك معاكم اولا اه غادي نشارك معاكم الوصفة ديال الفانيلا كيفة. اللي شارك ساعة معاكم في الفيديوهات السابقة. غادي نشارك معاكم فقط شكية الجديد درتو فيها. وكذلك تطبيقات ديال المشاركات اللي اه يعني يحضروها وشاركو معي تطبيقات في الانستغرام. وغي باش نجاوب واحد سيدة كانت خلات لي كومونتي قدتك بانها جربتها ومجاتها شزوينا. يعني كان اكد لك بان هاد الوصفة هادية البنات ساهلة. يعني تعطوها الاطفال ديالكم يعني ابتداء من ست سنوات غادي يحضروها وغادي جيهم زوينا لان ما فيها لاعجينة ما فيها لاروينة لتحاجة. فقدو كل مقادير كيتخلطو كيف مخلطوهم يعني فقط بالايدي ديالك. وصافي وكتديري الشكل اللي بغيتي هو نورمال مو كيجي على شكل هلال. اه صافي وكتطيبو فلفرن واحد درجة حرارة عادية. مجرد مما كي تشوفو كيولي اللون ذهبي كتحيدوه وكتفندوه. وكيجي واحد حليوة اللي يزوينا لكيف قدلكم فقط الوليدات ديالكم يصوبوها. يعني استغربت فاش قاتلي داكسيدة ما ما مصدقاتش معها. هانا غادي تشوفو معي تطبيقات ديال البنات اللي يحضروها وشاركوني اه تطبيقات ديالهم وعجباتهم بزاف ولا وحضروها يعني شحال من مرة لانا الوليدات الصغار عجباتهم بزاف وكتجي كدوبة البنات في الفوم. هي كتجي بحال داك الشكل ديال داك الحلوة اللي كتكون مع مرة بالتمن اللي كنديروها احنا مغربية وكيديرو خاصة جهة ديال الشرق كتجي بحال داك الشكل هادك. انا هنا عاودت نفس الوصفة ودرتها فقط يعني اه ضوبلت المقادر ديال العجين ودرتهم شكيل درتو بالهلال وشكيل درتو با على شكل غريبة وكان كان كان ديرها بلا فوغشات يعني كان كان زوقها بلا فوغشات وجهك شكيل مختلف ووالكل ما داك هو هو غير هكذا انسان بشكينه يعني شكيل واحد كنقدر نخرجه ولا عجينة واحدة نقدر نخرجه منها يعني جوش شكيلة صراحة جزوي نبزك وانا بغيت نقول لكم غير انها زعمارها ساهلة 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 البنات يعني ما فيها لا صعوبة لدي شي حاجة. اه المهم غير يعني تحرصوا ان المقادر تكون يعني مضبوطة ما تديروش الزبدة اكتر من القياس ما تديروش اه يعني الطحين مثلا بزاف يعني غديرو الكيمياء اللي شاركت معاكم وهكذا هاد الحلوة غدي جيكم زوينة هنا غدي تشوفوا معايا طبيقات البنات ديال يعني ديال السيدات اللي حضروها وبالنسبة اللي كوكيزا البنات اللي كان شاركت معاكم هادو اللي كان نجمدوهم كيف قدر لكم فاش كديرو واحد الكيمياء كيمياء كتطيبوهو كيمياء كتحتفضوا بها في الكونجيلاتور في واحد البلاستيك غدائي هان ثم كيف ما كاتشوفوا فاش كتحتاجوها كتجبدوها بكل سهولة وكتقطعوها بسكين يكون حاد وصافيو كتقدرو تشكلو هادا الشكلات غير كتعوطوهم بيديداتكم شي شويا وصافيو كتطيبو لي كوكيز ديالكم ساهلين ماهلين ما فيهم لا صعوبة لولو هكذا عند الضرورة كنحتاجوهم كنجبدوهم نطيبوهم وصافي وهاد شي لي كان وغادي نشارك معاكم ده بتطبيقات ديال اللي بنات ديال هاد الوصافات هاد سافيدة بغدين شارك معاكم الطواجين ديالي كيف ما كتعرفوش حال مرة شاركت معاكم طواجنات المغربية بالقنارية بالقوق آآ بزاف يعني ديال الخضر واليوم ما غديش نطول عليكم ما غديش نوريكم يعني آآ الطريقة بالتفصيل فقط غتشوفو الغديوة يعني واجدة ولكن إلا بغتو تشوفو الوصافات هادي ترجعو الفيديوهات يعني القديمة اللي في القناة حضرت السلطة المغربية بالخيار والطماطم والمعتنوس وشوية ديال البصل الخضرية حضرت فقط داك الأطراف اللي خضراء غطيتها بالفيلم أليمون طيغ هنا هنا موجدة لصوص اللي كتما شامعوها درت فقط لصوص الينيقات اللي بزار او الفوفو السود وزيت المائدة و الحامض خليته مكا جانبين وصفيت النجرة ديالي راه طابت اللي درت اليوم بمريقة سوف نحلها نشوف وش طابت سافيه راه واجدة درت اللحم بالقوق وبطيطات لان الوليدات كيبغيوا البطاطا سافيه طيب ديالي هو واجدة المهم كان حاول ندير هكذا مريقة باش يغمسوا فيها الوليدات وذلك الشيء وزيت الزيتون والعطرية كنحاول نكتر العطرية شوية باش ركي ما عرفي الخرقوم هذا يعني كي سخنوا الجسم دك شالش كنحاول ندير لهم مريقة باش هكامرا مريقة يغمسوا ميبقى باش يكلوا واداك شي اللي خفيف سافي دبال غدا ديالي كل واجدة وقالي ندوس نكمل شغال ديالي اللي باقي سافي البنات هاد هو الطواجن ديالي كيف مما كتعرفوا في هذا البرت يعني هاد شي اللي كيصلاح غير الطواجنات مغربية وصافي انا الوليدات كيعجبهم طواجنات اللي كيكونوا هكا فيهم المريقة تكشالش كنخلي المريقة باش كيعجبهم يغمسوا وصافي سالة مغربية هاد ناركوشي كان مغربية سالة مغربية بالخيار وطمتام ولا الخيار وما تاشى ودرت واحد العصير العصير البنات ما كان عنديش يعنيش شي وصفة معينة كنديرها فقط الفوكيه اللي كتكون عندي في الدار كاملة كنخلطها وكندير عصر البرتقال وكندحن يعني هما نحاولو دائما ندخلو شي حوجات صحيين هكدا في العاصر باش الوليدات كيشربهم وما كيحسوش بهم وكندير كدلك لفوكا لانا لفوكا الوليدات ما كيكلوهاش فلاسالات داكشي علاش كنديرهم في العاصر وما كيحسوش بيها غادي نشارك معاكم البنات الطريقة ديال تنظيف الزرابي كيفما كتعرفو الزرابي كيتوسخن خاصة كيكون البرد اشتاء وما كالقاوش كينديرو انصب بنوهم داكشي علاش كنقترح كنقترح لكم يعني هالطريقة ديال الاغلبية ديال سيدات كيكونو عارفينها داو كان اخور بيكربونات السودارة موجودة في اي محل بغيتو انا كان اخدها مرة من دائم مرة من غصمان هدي خديتها من غصمان صافي كان قبطها وكان رشها على الزربيا ديالي لانا كتكون فيها الخملة كتكون توسخات كتكون يعني هكدا باش نعقموها وتقدرو تضيفو شي زيوت اللي هي اساسية باي نس ما بغيتو اما برائحة الخزامة او لزرائحة الورد يعني وصافي وكترشوها انا هاد المرة ما ضفت له هاتشي حاجة رشيت فقط من يعني من الباكية فوق الزربيا اما بغيتو تخلطو في واحد الصحن كتديرو يعني شوية ديال الزيوت وكتخلطوها وعاد كترشوها فوق الزربيا ديالكم صافي البنات من بعد ما رشيتها كنخليها واحد لمدة ديال الساعة كنمشي نقضي شغالي الى كان عندي شي حاجة ما تقضى وكنخليها من بعد اش كادي نخليها فاش كنخلي ذاك لمدة هدي كان نرجع وصافي وكناخد واحد وكنبقى يعني نشطبها باش هكدا ذاك الغبرة كتسف ما كتبقاش لاسقها في الزربية ومن بعد شنو كندير انا هاد لصيوس كنديرها كنديرها في البالك وكنتخلطوها وكنتخلطوها لان هذا الزربي هدي عندي من ذاك النوع اللي يخصها يعني شي حاجة تكون هكدا قاسحة باش كتشطب مزيان وكاعد ذاك الخملة اللي كتكون ولا ذاك الشعر اللي كيكون طايح فوق الزربية كيتشطب وما كتبقى فيها تشحج وكتولي البنت الزربية كتشعل كتولي زوينة ومن بعد كنهزها لكا زربية خفيفة كنهزها وكنديرها في البالكو وكتهوة وبايلا كان شي حاجة يعني ذاك البقايا ديال بيكربوناتسودا كتتحيد وكنفرش الزربية وكتعطي واحد النتيجة هائلة يعني بدون تعب بدون ماء بدون تشي حاجة وبهاد الحيلة ديالي يوم غدي نسالي الفيديو ديالي وكنلقاكم فيديو اخر مدع جديد فكرة جديدة وكنقلكم تبقوا على خير